بالسنوات الأخيرة زداد عدد الأشخاص من مختلف الأعمار اللي عم يمارثوا كثير أنواع مختلفة من الرياضات ولسيمها طبعا الرياضات الجسدية ورفع الأفقال الحديد مثل ما بيقلولها للحصول على جسم رياضي وصحي أكيد يا زينب لكن كثير من الأحيان بيتعرض الرياضي لبعض الإصابات وممكن أن تختلف الإصابات من حدتها من الخفيفة إلى القوية الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا المدرب الرياضي غيس عدرة لعب منتخب الدراجات وبطل سوريا ومدرب دولي باللياقة والمعالجة الفيزيائية وتغذية الرياضيين يسعد صباحك وأنا ظهلا فيك يسعد صباحك يعني أنحيا بس يكون معنا أي كوش تلاقي الأسئلة هيك يعني من نسألها أول شي خلينا نسأل المأنو عم نحكي عن صحة طبعا الجسم والرياضة نسأل عن الإصابات اللي عم تصير مؤخرا وخاصة أنه في حجر منزلي لا يوجد كوتش يلعبون بالبيت العالم فكتير عم تصير إصابات بسبب الحركات الخاطئة نحكي عن الإصابات وأنواعها ولماذا تصير هذه الإصابات دائماً هذا الشيء الذي يشكل عند الناس خوف أو ضعب أنه في ناس إذا يصبح مع أي إصابة صغيرة يتخاف من هذا الموضوع لأننا سنقسم الإصابات إلى مرحلتين أولاً هي الإصابة البسيطة التي تعرض لأي أحد في النادي أو رياضة خارجية عم يلعبها ينصاب فيها مثلاً على الطريق بسيطة في ناس تعالجها فهي تختفي وناس تتحملها فهي تصير في المستوى كبير عالي نحنا أهم شيء يجب أن نحمي حالنا فيه هو موضوع الإصابات بأساسيات كثير بوسيطة لا يجب أن نحملها بأي شيء مثل مثلاً في ناس كثير تحمل لك موضوع الإحماء أو التسخين يجب أن تأخذ معك هذه القصة وقد هذا الوقت يجب أن تكون يجب أن تكون حوالي تبع ساعة للعشرين دقيقة مثلاً وإحماء متعددة ليس مثلاً في ناس تتكلم أنني سأطلع على البسكوليت مثلاً أو على المشي أو سأطلع أمور شوية تركت براء إذا عمير عبرياضة خارجية أو هذا يجب أن تعمل إحماء بشكل عام حتى يجب أن تحرق كل مفاصل الزوايا والعضلات الأربطة مثلاً أصفل الظهر هذه الأماكن التي تضغط موضوع الرياضة هناك مثلاً تمارين الإطاري والمطمطة أهم شيء أنك لا تعمل برنامج الرياضة شخصياً أنت تحطيه من عندك مثلاً برنامج الرياضة الذي يعمل معك لا يعمل معه يجب أن يكون هذا مدروس 100% الأكل الذي يلعب دور بعض الموضوع إذا أنت أكلك مانوصحي أو لا تعمل أكلي صح بعد التمرين أيضاً هذا شيء يمكن أن يضرق بدون ما تحسه في الراحة في الناس مثلاً تتمرن باليوم تنطفرد مثلاً صبحوا مثلاً بغض نظر الشو الهدف هذا يكون خطة معينة لكنه لم يعمل أربع خمس ساعة تطور كثير معرض للإصابة لأنه لم يأخذ كمية الراحة الكافية كثيراً يقولون مثلاً الوزن الزائد مرحلة الطفولة العمر التقدم بالعمر هل سوف نتحدث عن الأسباب وماذا يمكن أن تضيف هذا الأسباب بخصوص موضوع الوزن هذا يتحدث عنه مدرب مختصص بموضوع الوزن أو كاميرا الأسسان نحن نتحدث عن التمارين التي أكثر تشتغلها في البيت أو مثل كالفتنس والكارديو مثلاً يجب أن نكون معنا مثلاً للناس الذين تشعرون أن لديه وجعة أو آلام موضوع الراذكاب يجب أن يستخدم بشداء هذا موضوع مهم أي تمرين مثلاً أنا رأيت تمرين أحد يعمل حركة معينة أنا لا أريد أن تضبط معي لأنه يعمل أو مثلاً هذا الشيء يحدث يأتي كثيراً أنا في هذا التمرين أريد أن ألعبه حسناً هذا التمرين والصبيل تلعبه بالفيديو بجوزة صلة عشرية سنة تلعب رياضة أو أنت أبداً بالموضوع تعمل تدريبة تمام ولكن مثلاً هناك أشياء كثير مهمة مثلاً التمارين إلى زوايا محددة مثلاً نلعب سكوات أو شيء هذا التمرين يجب أن يكون مشغل على الموضوع مثلاً أنا ركبي لا يجب أن يتجاوز وليس رجلي مثلاً فيها مثلاً مثلاً لا يجب أن ينزل على الكعب الرجلي هذه التفاصيل الصغيرة تستوجب وجود المدادة نعم هناك الكثير من الناس تحب تلعب الرياضة لكن مثل ما هناك أخطاء شائعة حتى هناك ناس في الحجر استعادوا عن الرياضة أو الحركات بالمشي هناك الكثير من الناس تجري ومنحة متعدل ونحن تفعل غلط دعنا نتحدث قليلاً عن التعديل 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 والتشنجات التي تحدث أيضاً وخاصة في الناس مع أمراض معينة تماماً موضوع التعديل هو الشيء الكثير طبيعي يعني بالعكس إذا نزلت إذا أنت أعطى رياضة إذا عضل معنات أن تعمل صح تماماً إذا أنت نزلت أو بلشت رياضة عم تتعبي بأي مكان مثلاً وما عضلت فأنت لا يجب أن يكون لكنه ليس طبيعي علفتي طبيعي طبيعي أنه يصيبك هذا التعديل لأنه أنت فرطت على هذه العضلة جهد زائد حركة جديدة حتى لو كانت عم تلعب قبل ومثلاً ليس إذا أنا أصلي فترة عم بلعب لأنه أنا ما رح أرجع عضل لا، ممكن اليوم إجرد زياد يتعضل وممكن عدلت برنامج التدريب تبعي علفتي كمان تريد التعضل لكن ليس نفس الطريقة الأولى والأهم من ذلك هذا الشيء سليم ولا يستوجب أنه طبيب أو خوف لكن يجب أن يكون التعديل بين الثلاثة أيام للستة إذا بعد الثلاثة أيام ضل بنفس الشدة ولم تخفض نحن نحن لدينا مشكلة إصابة نريد أن نرى شيء طبيعي ودائماً هناك أشياء بخصوص التعديل وذلك نتحدث عنها تخفيف التعديل لكن الموضوع المهم أن إذا عدت اليوم يجب أن يدخل عضل اليوم يجب أن يأخذ 24 ساعة حتى تبدأ أكيد الأشخاص الذين لديهم إصابات مثل ديسك الرقبة ألم الركبة ما يمكن أن تنصحهم؟ هل يمكن أن يلعبوا رياضة أم لا؟ ما يمكن أن تخبرهم؟ لأسف في محلات كثيرة أنا كمدرّب إذا لم أشتغل دورات تخص معالج إصابة الرياضيين أو الإصابة بشكل عام أنا لا أستطيع أن يدرّب أنا أستطيع أن يدخل هذا الشخص الذي معي إصابات الرياضيين أو ديسك الرقبة التي هي أكثر شهرة مثلا كل إنسان من هؤلاء حسب إصابته له شيء معين يمكن أن يكون إصابة في الرياضيين أو أخرى إصابة في الرياضيين لكن إصابة تختلف عنه هذا يجب أن يكون تحت إشراف الطبي والمدرّب الذي يعمل يجب أن يكون الطبي يفهم التقرير الطبي الذي أجاه حتى يعمل يمشي معه بعكس الرياضة هي الحل الأول الدكتور أول شيء ينصح فيه أن يروح يعمل الرياضة فلا يجب أن يحمل هذا الموضوع لأن هذه الأساسيات بأكيد كوتش هناك الكثير من الأسئلة التي نسألك بما أننا قلنا عن الأساسيات يمكن دعونا نتحدث عن الأخطاء الشقيعة على بعض الذين تتبعوا نظام رياضي غذائي وأيضا زائد الرياضة نحن نعرف أنه دائما ما في رياضة بدون غذاء صحيح بيقولوا 70% غذاء 30% رياضة طب خلينا نحكي شوي اليوم مثلا تنظيم الوجبات في ناس كتير بعد رياضة بعد مثلا ساعة أو نصف ساعة بتلاقيها حتى هالوجبة خلينا نعرف البروتينات اللي لازم نركز عليها والحوارق اللي عم ياخدوها مثلا هل هي مفيدة أو لا أو مؤذية خلينا نعرف كمية الماء أدي كمان منيحة بالنسبة للرياضيين تقسيم الوجبات الأول شي بخصوص الموضوع التغذية هذا في شيء أساس بنرجع مدد فيه أنه حتى النظام التغذية اللي بيمشي معي ما بيمشي معي مو بيمشي مع حالة تانية لأنه لازم يتوافق مع طولك وعمرك ووزنك وزمرة دمك وطبيعة شغلك يعني أنا وإنتي نفس الصفات بس أنا حتى من الصبح المساعة ببذل نشاط فأنا معدل استهلاكك للسعرات أكتر من أنت بكتر فهي الأساسية ما لازم نمشي فيه ويوجبات هات بحدده المدرب إذا أتيت لعندي أنا أريد أعرف هدفك على هذا الأساس بس نحن لازم دائما نحن نحافظ على المكونات الأساسية اللي هي بلوطينات نباتية وحيوانية كاربوهايدراء ضهون صحية وكمية سواء الميحة خلال يوم خصوصاً هل فترة الصيف لأن تخسري كمية كبيرة من الأملاح والسواع خلال يومي بخصوص كمان برنامج التدريب بردما نعيد نفس الفكرة أنا وانتي ما فينا نشتغل من نفس البرنامج اللي عم نمشي فيه حتى لو أنا وانتي نفس الهدف ونفس كل شيء عم نشتغله لازم أن يكون إلي شيء يخصني وانتي شيء يخصي الأساسيات أو البداية هي نفسها فبعني أننا نتخصص بتمارين لكل إنسان شو بحاجة وعنده مناطق ضعف الناس اللي مثلاً عنده مثلاً بتتعب كتير مثلاً منطلع الدرج أو بتحسنه مثلاً عنده تعب بالقلب هاي كل واحد له إليه معين بالتدريب بختلف عن كثير عن الناس التانين خصوصاً هذول الناس اللي معهم مشاكل بالتنفس والقلب نحن نحكي عن قاعدة شائعة لعلاج الإصابات مثلاً بيقول مثلاً الواحد مثلاً إذا وقع مثلاً خلص حط فوراً تلج أو مثلاً حط الرباط الضغط خلينا نحكي عن هذول على أهم القواعد وأكيد سوفاءتها هلا أول شيء مثل ما نرجع مركز كلنا بنعرف حالنا يعني وما حدا بيعرف جسمك أكتر مني فأنت إذا من الأساس بتحسي مثلاً عندك ضعف مثلاً بالمفصل بالكاحل بالرقبة يفضل من الأساس تكوني عم تستخدم مشدد أثناء تنفيذ التمرين أول شيء لازم عمله بأي رياضة كنت عم بالعباء أي ألم بيصير معي مهما كان بسيط إذا ضل مستمر لأكبر مثلاً من دقيقتين أنا لازم أقف فلازم أول شيء يعملوا إذا صار في ألم كثير واضح حتى ترجمة ما حكيت هذا الشيء بس أول 24 ساعة بعد 24 ساعة يجب أن تكون كمادي سخنة المشددات فيه مغالطة عليك كثير أنه لا يجب أن تضع أنت ونايمة لأن أنت ونايمة وتضع المشد خلال اليوم لأننا نتحرم فلا نريد أن يصير ضغط لكن أنا ونايم لا يوجد حيات حركة فبعكس لكني يجب أن تتخذ العضل لتأخذ العضل لتأخذ العضل لتأخذ العضل تنقل استشفاء ويجب أن يقول لك أن الأكل مهم موضوع وموضوع الإصابات للأكل ويجب أن تتخذ العضل لأن تكون مرخية عضلة هذا غلق أنت صاير معك طبيعي تروح كل الفائدة لا أنت لا صاير معك إصابة فأنت تأخذ مثلاً مع موضوع التعضيل لبن لأن هذه المغالطة لكن لأن العالم تخاف أنه موضوع لتأخذ العضل لأن لا تأخذ العضل لأن لا يجب أن تركز على موضوع التدليق هذا مهم موضوع الحمامات الدافئة لأن أنا الآن سأتبع لتأخذ العضل لأن يجب أن تحرك الإصابة ومثلاً موضوع البوتاسيوم ومثلاً أريد أن إذا هناك موضوع من المراهم أو تعديل أحد من المناطق يمكن أن نحن مرهم طبيعي أو مرهم علاجي أو موضوع أكيد شكراً لك ونتمنى لك التوفيق شكراً شكراً لك على كل المعلومات التي أعطيتنا ياها كوتش غايت شكراً